ترجمة نانسي قنقر 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 قبل أن نبدأ بقراءة النص أنصح التلاميذ بالتمع في هذه الصورة ومحاولة استقرائها من أجل فهم مضمونها مثلا هنا في هذه الصورة لدينا مجموعة من الناس في جمعية خيرية يقومون بتحضير مأكولات للمحتاجين عندما يكون لدينا فكرة حول الصورة نذهب مباشرة إلى قراءة النص كما تلاحظون هذا النص الذي اقترحته عليكم عنوانه التضامن أكيد موضوعنا سيكون بمثل هذا العنوان ولكن الفقرة كما تشاهد رقمت من واحد إلى أربعة ومباشرة نبدأ بقراءة أول فقرة والتي تقول كالتالي إن التضامن عمل إنساني ضروري يقوم به الفرد ويمارس على مستوى المدرسة والمجتمع والعالم بأشكال مادية ومعنوية بصفة تلقائية وفي إطار منظم من خلال الجمعية الفقرة الثانية فالتضامن المادي يتم بمساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة مثل الزلازل والأوبئة والفيضانات وغيرها عن طريق التبرع بالمال بطرق مختلفة والدم للمرضى والجرحة وتقديم الأدوية والمواد الغذائية والألبس والأغطية والخيام الفقرة الثالثة تقول أما التضامن المعنوي فيتمثل في الوقوف إلى جانب المحتاجين والمتضررين في كل وقت ومناسبة وكذلك زيارة المرضى في المستشفيات أو في ديارهم وتنظيم حملات تعليمية لفائدة الأميين وأيضا قول الحق والدفاع عن المظلوم إلى الفقرة الرابعة والأخيرة والتي تقول يمثل التضامن القاعدة الأساسية لحياة الأفراد والمجتمعات لأنه يعمل على غرس روح التعاون والتأذر والمحبة بين الأفراد وبناء مجتمع متماسك وتوطيد العلاقات بين الأفراد والمجتمعات وكذلك التغلب على المصاعب ومواجهة الكوارث والتخفيف عن المتضررين والمحتاجين إذن الآن وبعدما أن قرأنا هذا النص معل التلميذ أكيدك العادة أن يعيد قراءته لأكثر من مرة لكي يتمكن من فهمه جيدا ويتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة بحيث تقدم للتلميذ ورقة فيها أسئلة الأسئلة كما تلاحظون معنوانا بكلمة المطلب المطلب الأول مثلا هو السؤال الأول لنبدأ مباشرة وعلى بركة الله بالمطلب الأول معناه السؤال الأول والذي يقول ضع علامة في أمام الجواب الصحيح في هذا المطلب لدينا سؤال واحد وهو ما الفكرة العامة التي يتناوله عن نص إذن كما تشاهدون لدينا أربع اختيارات الاختيار الأول والثاني والثالث والرابع ثلاثة فقط منهم صحيح لكن مرتبة وواحد فقط خطيئة إذن ما هي الفكرة العامة؟ هل هي أولا أهمية التضامن؟ أو من ثانيا التأذر قاعدة أساسية لحياة الفرد والمجتمع ثالثا التعاون ينشر المحبة بين الناس أو رابعا الابتعاد عن الأنانية إذن هنا التلميذ يجب عليه أن يسعى لتحقيق أحسن إجابة ممكنة والابتعاد كل البعد عن الإجابة الخطيئة وهنا الفكرة العامة حسب النص نجدها في الاختيار الثاني أي أن الفكرة العامة تتمثل في التأذر قاعدة أساسية لحياة الفرد والمجتمع إذا كتب التلميذ هذا الاختيار سينال تقييم ألف أي أنه تحكم أقصى لاحظوا جيدا هذه الإجابات الممكنة إذا اختار التلميذ الاختيار الذي وضعته لكم أي أن الفكرة العامة تأذر قاعدة أساسية لحياة الفرد والمجتمع نقدم له تقييم ألف تحكم أقصى أو مثلا اختار أهمية التضامن كفكرة عامة نعطي له تقييم با معناه تحكم مقبول وأما إذا وقع اختيار التلميذ على الفكرة التعاون ينشر المحبة بين الناس سينال التقييم جيم أي تحكم جزئي أما إذا اختار التلميذ الابتعاد عن النية كفكرة عامة سينال التقييم دال أي تحكم محدود إذن دائما نسعى لأحسن إجابة نذهب الآن إلى المطلب رقم 2 نفس الشيء يقول لنا ضع علامة في أمام الجواب الصحيح هنا لدينا سؤالي نبدأ بالسؤال الأول الذي يقول الغاية من التعاون هو أولا يغرس في نفوس أبنائنا معنا التضامن ثانيا تخفيف أوجاع المتضاررين ثالثا تعلم مواجهة المصاعب أثناء المحن رابعا الإنسان لا ينجح بمفرده إذن دائما يجب على التلميذ أن يعود إلى النص لكي يختار الإجابة الأكثر صحة مثلا هنا سنجد بأن الغاية من التعاون هو أنه يغرس في نفوس أبنائنا معنا التضامن هذه هي الإجابة التي سوف تعطي لكم التقييم ألف أي تحكم أقصى لاحظوا باقي الإجابات إذن لدينا الإجابة التي وضعتها لكم يغرس في نفوس أبنائنا معنا التضامن لديه تقييم ألف أي تحكم أقصى أما إذا اختار التلميذ هذا الاختيار الثاني تعلم مواجهة المصاعب أثناء المحن سنعطي له تقييم با أي تحكم مقبول أما إذا اختار تخفيف أوجاع المتضاررين كإجابة صحيحة سنعطي له تقييم جيم معناه تحكم جسئي أما إذا كان التلميذ قد اختار هذا الاختيار الإنسان لا ينجح بمفرده سنقدم له تقييم دال أي أنه متحكما بشكل محدود نذهب الآن إلى الجزء الثاني من هذا السؤال الثاني ها هو هنا يقول المتضررون يستغيثون لماذا؟ هل أولا لأنهم في خطر؟ أم ثانيا يحتاجون إلى المساعدة؟ أم ثالثا ليعيشوا حياة مستقرة؟ أم رابعا لمواجهة الكارثة التي حلت بهم أن دائما يجب العودة إلى النص لكي نكتشف الأكثر دقة والإجابة الأكثر صحة إذن بعد العودة إلى النص نجد بأن الاختيار الثاني هو الصحيح أي أنهم يحتاجون إلى المساعدة لذلك نجد المتضررون يستغيثون وأكيد التقييم يختلف بحسب الإجابات لاحظوا هنا الاختيارات إذن إذا اختارت تلميذ الاختيار الذي وضعته يحتاجون إلى المساعدة معنى إجابة صحيحة تقييم ألف أما إذا وضعوا لأنهم في خطر التقييم تحكم مقبول أما إذا كان اختيارهم لمواجهة الكارثة التي حلت بهم التقييم جيم معناه تحكم جزئي أما إذا وضعوا ليعيشوا حياة مستقرة نعطي لهم تقييم دال أي تحكم محدود لنواصل بقية الأسئلة وكما تلاحظون في السابق في المطلب الأول والثاني أعطيت لنا فيما يخص أنواع الأسئلة اختيارات أما فيما يخص المطلب الثالث كما تشاهدون ستعطى لكم أسئلة مباشرة يقول السؤال حدد المعلومات التالية لديكم أربع أسئلة يجب عليكم أن تجيبوا إجابة مباشرة انطلاقا من الصورة التي رأيناها وقمنا باستقرائها في بداية هذا الفيديو إذن لدينا هنا أربع أسئلة أول سؤال يقول في أي مكان يتواجده الأشخاص إذن يجب علينا أن نعود إلى هذه الصورة ونجيب إذن هنا في هذه الصورة نجد بأن هؤلاء الأشخاص يقومون بمساعدة أشخاص آخرين محتاجين في إطار جمعية بالتالي نقول مكان الذي يتواجد فيه هؤلاء الأشخاص هو مقر الجمعية الخيرية هذا هو الإجابة أو هذه هي الإجابة الصحيحة نذهب إلى السؤال الثاني يقول ماذا يمثل الرمز على المئزر؟ لنعود إلى الصورة هذا الرجل مثلا لديه مئزر لديه هذا الرمز أكيد عرفنا هذا الرمز هو يرمز إلى الهلال الأحمر الجزائري فنكتب يمثل الرمز على المئزر الهلال الجزائري أو نقول الهلال الأحمر الجزائري ثالثا أذكر الأعمال التي يقومون بها عودوا دائما إلى هذه الصورة ستتعرفون على هذه الأعمال ذلك ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ يقومون بتحضير المأكلات للمحتاجين إذن سنقول الأعمال التي يقومون بها هي أنهم يحضرون وجبات غذائية لمن؟ للمحتاجين أو يمكن أن نقول للمنكبين فالإجابة هي يحضرون وجبات غذائية للمنكبين وأخيرا حدد التضامن الظاهر على الصورة إذن بالعودة إلى النص حددوا لنا نوعين من التضامن لدينا تضامن مدي وتضامن معنوي تحضير المأكلات للمنكبين هل هو من التضامن المدي أو المعنوي؟ إذن أكد هو من التضامن المدي إذن مظهر التضامن الذي يظهر في الصورة هو تضامن مدي هذه هي الإجابات الأربعة الصحيحة بالتالي التقييم واضح جدا كما تشاهدون هنا إذا أجاب التلميذ أربعة إجابات صحيحة التقييم ألف معنى متحكم أقصى ثلاث إجابات صحيحة نعطي له با معنى تحكم مقبول إجابتين صحيحتين التقييم جيم معنى تحكم جزئي وأخيرا إذا كانت إجابة واحدة أو كل شيء خطأ نعطي له دال معنى تحكم محدود إذن هذا فيما يخص المطلب رقم ثلاثة ننتقل الآن إلى المطلب رقم أربعة كما تشاهدون في المطلب رقم أربعة لدينا هنا هذه العبارة والتي تقول أما التضامن المعنوي يتمثل في الوقوف إلى جانب المتضاررين والمحتجين لديكم أربع اختيارات جديدة أولا هل لأن الواجب يدعوهم إلى ذلك أم ثانيا لأن التضامن يسكن في أنفسهم أم ثالثا لأنهم يحبون الخير ورابعا لأنهم أبناء أمة واحدة إذن هنا يجب أن نختار أحسن إجابة دائما نعود إلى النص ونقرأه جيدا لكي نكتشف الأكثر صحة سنجد الإجابة رقم حد لأن الواجب يدعوهم إلى ذلك وهناك إجابة أخرى لكن التقييم مختلف كما قلت لكم لأن الواجب يدعوهم إلى ذلك يحققون تقييم ألف تحكم أقصى أما إذا اختار التلميذ مثلا هذا الاختيار لأنهم أبناء أمة واحدة سنعطي له التقييم بام معناه تحكم مقبول أما إذا اختار التلميذ الاختيار الذي يتمثل فيه لأنهم يحبون الخير سنعطي لهم تقييم جيم معناه تحكم جزئي أما إذا كان الاختيار لأن التضامن يسكن في أنفسهم نعطي له التقييم دل معناه تحكم محدود إذن هذا فيما يخص المطلب رقم 4 ننتقل الآن إلى المطلب رقم 5 إذن كما تشاهدون هنا أعطي لنا هذا السؤال اختار فقرة تتحدث عن معنى التضامن هنا يجب على أن التلميذ أن يذكر رقم الفقرة ويقدم التبرير أي لماذا اختار هذه الفقرة ما الذي يدل على حسن احتيارك إذن أكيد لدينا هنا أربع فقارات ما هي الفقرة التي تدل على معنى التضامن إذن معنى التضامن سنجده في الفقرة الأولى لاحظوا جيدا هنا الإجابة كيف أجيب أكتب مباشرة الفقرة الأولى هنا حددت رقم الفقرة فقط أما التبرير سأختار جملة أو عبارة من هذه الفقرة كدليل إذن إن التضامن عمل إنساني ضروري وإلى آخر هذه الجملة يكفي أن أكتب الجملة الأولى فقط كتبرير فمثلا هنا سأكتب إن التضامن عمل إنساني ضروري كعبارة تدل على أن هذه الفقرة تعرف وتقدم لنا معنى التضامن وفيما يخص التقييم أكيد التلميذ إذا قدم رقم الفقرة صحيحة والتبرير صحيح أي كل شيء صحيح سيأخذ التقييم أليف إذا اختار الفقرة الصحيحة أي الفقرة الأولى لكن التبرير ليس نفسه سيأخذ التقييم ب أما إذا أخطأ التبرير فقط وقام باختيار الفقرة إذن سيأخذ تقييم جيم أما إذا كان كل شيء أخطأ يأخذ تقييم دال هذا فيما يخص المطلب رقم خمسة ننتقل الآن إلى المطلب رقم ستة وهنا لديكم عبارة يقول الكاتب التضامن يعمل على غرص روح التعاون والتأذر والمحبة السؤال ألف مع من يتحدث الكاتب بل ماذا يشجع الكاتب على العمل التضامني إذن هنا التلميذ أكيد يجب أن يجب إجابات صحيحة فهنا مع من يتحدث الكاتب هذه الفقرة سنجد بأن الكاتب يتحدث مع أفراد المجتمع بالتالي نكتب هنا يتحدث الكاتب مع أفراد المجتمع إذن هذه هي الإجابة الصحيحة التي يجب على التلميذ أن يجيبها أما لماذا يشجع الكاتب على العمل التضامني أكيد من خلال العبارة سنفهم لماذا سطرتها لكم هنا فالعمل التضامني يغرص روح التعاون والتأذر المحبة لنقل لأنه ينشر المحبة والمودة بين هؤلاء الأفراد إذن هذه هي الإجابات النموذجية التي يجب على التلميذ أن يكتبها أما فيما خص التقويم فإن كان التلميذ قد أجاب على كل السؤالين بشكل صحيح يأخذ التقويم ألف إذا كان أحد الإجابتين صحيحتين والثانية قريبة للصحة يأخذ التقويم با أما إذا أخطأ أحد الأسئلة يأخذ التقويم جيم أما إذا كان كل شيء خطأ يأخذ التقويم دال هذا فيما يخص امتحاننا لنهار اليوم اضغطوا على الإعجاب إن أردتم المزيد وإلى فرص أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع وتائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته